هوله بشبه أغانية ومضبوط ما بطلب من حدا شيء إلا بكثير يعني ليك ممكن معنو ممكن تعبوا يعني بس إنو ممكن هاي الشغلة يعني بقولوا لي خيط طريقتك ما فينا نقل لك لا بس الرومانسية المكسفة عندي هي إذا بدك هي بالموسيعة عندي وبالأغانية يعني بحط كل قوتي بالرومانسية على البيانو بلحنة وبكلماتي فأنت كإنسان رومانسي بتعصب ولا لا؟ أكيد بعصب كيف طريقة كيف؟ ما بعصب إجمالا يعني هل مروان خوري يصرخ لما يعصب؟ ها 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 قليل كثير قليل كثير بس يطلع صوتي بطريقة إنو طب المصرت أنا أنا بنقز من صوتي ويه صوت مين هيدا؟ بالله طب سمعني كون نوات نوات تنقز أنت أرجوك ولا بأي شكب ولا المشاهدين حيتحمل ها؟ والله والله ما حتى تصديني ما حيالك كثير على فكرة مروان ما شاء الله عليك أنت يا رومانسي يا رومانسي أنت بدأت بعازف يا رمانسي نعم وأكملت بمايسترو ما شاء الله من عازف إلى مايسترو إلى ملحن إلى مطرب يعني وش التنقلات هذه أكثر واحد من هالتنقلات لقيت نفسك فيه هي أنا بكل مرحلة كنت أنا يعني أنا وقت البلشت موسيقى مش مانتا ما كنت غني أو مثلا ملحن بس ما كان في فرص كبيرة تقدم هالشي كنت حاطت كل قوتي بالموسيقى اللي أنا عندي موهبة بالعازف كنت عازف شراكت بفرق كتيري كنت شاف دوركستر لعدد برامج بالتليفزيون ولفنانين كبار معروفين توافو فيه معاصرين كمان منهم المعاصرين مثل مين مثلا مثلا الله يرحم فنانتنا الكبيرة صباح اشتغلت معها فترة وكانت رائعة اشتغلت الله يرحمه ملحن بركات من المعاصرين طيب من المعاصرين والكفوري اشتغلت شاف دوركستر معه فترة سنتين سنتين ونص ومشاوة منيح يعني يا الله والآن علاقتكم كيف ما في عليها مباشرة بقى ما بعرف ليه بس انه عادي فيه مطرب كثير يعجبني رائع وتدرج من موسيقي الى مايسترو الى شي مش طبيعي اسمع الغنية هادية وعطينا رأيك فيها بكل عمان ارجوك رجال اتناعش اتناعش 2022 تاريخ عجيب هو اللي ارتبط فيه بالسيدة ندى بسلام بعد قصة حب عاصف يعني تأخرت يا خيه لما جاك اعصار الحب اعصار الزواج تأخر ما هي اكثر ثلاث مميزات شددك في ندى قلت بس هاي هي 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 هاي هي ادرت علي هالمميزات التبريب لك رحكون صريح اول شي ارجوك شكلها حبيت شكلها عيونها الواسعة وهلا وهلا اللون الحنطي انا بحبه الشكل الشرقي مهضومة بقدر اتسل كتير انا وياها اهم شي اهم شي ها يمكن هي ما بتعرفها انه قريبة مني قريبة بعرفيني بأمن علي انه هي بتحبني وفي ذات الوقت اذا زعلت او شي زعلة كانت تدفل طيب وش هي الاغنية اللي عن جد ندى ألهمتك فيها في كتير في كتير بس انا قلتها من فترة على غنية قدمتها لآدم مطرب آدم اللي بحبه كتير حدا عارف عنا شي هاي الاغنية ما طلعت ندى من بالك وانت بتلحنه هاي دي كنا هي بتسميه فترة النكسي هاي بعدنا سبعة شهور وكنا خلص اخذنا قرار انه تركنا كانت صعبة كتير وبهالمرحلة انا عم بلحن اشتغل انا عم بغنية ولحنة حست انه هاي دي لأ لحد عارف عنا شي حدا شايف يعني هالموضوع كلها سو حكون واضح ما لا تزعل مني موضوع متى اكثر مدة ندى طنشتك فيها يعني انت بعث رسالة وناطر جواب هاي وكل شوية بتتفرج على الموبايل هاي دي هاي اخر مرحلة اللي هي سبعة شهور بس لا مش سبعة شهور طنشتني سبعة شهور انتم ما كلمتوا بها بس سبعة شهور ما كلمنا بعد بتوجه على هاله بتوجه ناطر ناطر آآآآمآآآه دعتين بعت رسالة بهدلت إنه شو هاك يعني دي نيي شو هاك ومبعرف الشو طب بعد الرسالة والجواب وون التقيتوا التقاينا حكينا سواء وكانت هي إنه كيف كيف بدنا رجع وإنا شو كيف أكد إنه هاترجع الأمور صح وكزا وكمان يلا لأول مرة من قولها إنه شكراً لكم